لكي نعمل سوية على عودة النازحين إلى بلدهم لا يبدو أن ما كان يتكرر على لسان المسؤولين اللبنانيين مجرد كلام للمبازرة السياسية فاللاجئون السوريون في لبنان صاروا شغلهم الشاغل في كل مناسبة ومحفل وإعادتهم إلى بلدهم تبدو هدفا رئيسيا لحكومة تصريف الأعمال بدءا برئيسها نجيب ميقاتي وليس انتهاءا بوزير المهجرين عصام شرف الدين والذي يزور دمشق ليلتقي مسؤولين في حكومة ميليشيا أسد ويبحث معهم خطة ترحيل السوريين وكنت سعيد جدا جدا بحثت الأمور بند بند فيما تعلق بخارطة الطريق العودة والعدد اللي ذكرته كنت جدا مرتاح أنه بالعكس الدولة السورية العدد مفتوح لعودة آمنة وكريمة لأي جهة لأي نازح لأي حتى معارض بدون يكتب أي تعهد الخطة التي قدمها شرف الدين في وقت سابق وحصلت على موافقة مجلس الوزراء اللبناني تهدف لترحيل 15 ألف سوريين في كل شهر إلى مناطق سيطرة نظام أسد وذلك بعد تشكيل لجنة ثلاثية تضم الأمم المتحدة إلى جانب السوريا ولبنان وهو ما لم يحصل حتى الآن وعلى الرغم من أن الخطة العبقرية لتخليص لبنان من كل أزماته بحسب ما يعتقد المسؤولون في حكومة ميقاتي نصت على ضرورة تجهيز بنية تحتية ومراكز إيواء توافق معايير العيش الكريم وهي ظروف باتت حلما لمن لم يحالفه الحظ وبقي أسيرا في سوريا الأسد إلا أن شرف الدين أبدى تفاؤلا مفرطا بأن تصبح الخطة واقعا قابلا للتطبيق أنه نحن كوزارة داخلية رح نعمل الإحصائيات اللازمة للعودة مش بس لقرية أو اثنين لكل مناطق لو فاق العدد أكتر من 15 ألف وعشرين ألف وثلاثين ألف لكن الواقع المفترض الذي تعلق عليه حكومة ميقاتي آمالها بالتخلص من السوريين يصطدم بواقع حقيقي آخر فالحماية التي من المقرر أن يتمتع بها العائدون تقابلها سياسة اعتقال مستمرة بلا هوادة وهو ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحدث تقاريرها وكذلك فعلت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالسوريا التي شددت على أنها ليست بلدا آمنا للعودة فهل توافق مفوضية اللاجئين على الخطوات التي يخطوها لبنان وأي مصير ينتظر مليوني سوري حاولوا أن يجدوا في لبنان ملاذا أكثر أمنا بعيدا عن بطش ميليشيات أسد وإيران اشتركوا في القناة